في الحياة خلاص دخلنا في أجواء الانتخابات الرئاسية مبارح الهيئة الوطنية للانتخابات زي ما تابعنا في المؤتمر الصحفي اللي أعلنت فيه بالأمس وأكدت أنها بتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة واللي هيتم أو هتم تحت إشراف قضائي كامل ويكون الإشراف القضائي الكامل ده وفقاً للمعايير الدولية إن شاء الله كمان يوم الاتنين القادم اللي هيكون موافق 25 سبتمبر هيتم أو هيعقد اجتماع آخر للهيئة الوطنية للانتخابات الاجتماع ده هيتم من خلاله الإعلان عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية لأن أعتقد الكل مستني يعرف المعايات خلاص بتاع بدء بقى تقدم المترشحين للانتخابات الرئاسية وتقديم أوراقهم والتوكلات الخاصة بيهم وفتح الباب أمام المواطنين للإدلاق بأسوتهم أكيد إن بارح تم التأكيد على جهزية كل الأدوات اللوجستية للانتخابات سواء كانت الحبر الفوسفوري أو السنديق الخاصة بالاختراع كمان تجهيز المقارات اللي هتستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية وعددها 10,085 مركز انتخابي وده غير التحديث المستمر لقواعد البيانات عشان كل واحد عمره بقى 18 سنة يكون ليه الحق في التصويت بارح يمكن كمان يا منا في المؤتمر الصحفي كم من بين الأسئلة اللي طرحت إيه اللي هيضمن فكرة حياد مؤسسات الدولة ووقوف مؤسسات الدولة على مسافة واحدة أمام جميع المترشحين في العملية الانتخابية وهو ده يمكن اللي أكدت أو أكد عليه المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات اللي قال إنه هو يعني الهيئة بتقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين وكمان أكد فكرة على الحياد الإيجابي لكل مؤسسات الدولة وده وفقا لنص الدستور والقانون وقال إنه هيتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات اللي بيكفلها دستور والقانون للهيئة في حالة رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن أيضا برح كمان في المؤتمر تم التأكيد على إنه حيكون فيه متابعة للانتخابات من ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية وده للعملية الانتخابية زي ما كان عبدالصمت بيقول وده طبعا حيتم بعد استفاء الإجراءات الإدارية في الشأن ده وكمان حيتم السامح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي وكمان الدولي جوة مصر وخارجها بمتابعة العملية الانتخابية كلها من أولها لآخرها صباحكم كله مشاركة وإيجابية ومشاركة في صنع القرار ومعرفة لحقوقك صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر